لواء إذن نحن نحاول أن نفهم المنهجية والاستراتيجية التي تتبعها المقاومة اليوم وكيف تمكنت من هذه الضربة التي تعتبرها وسائل الإعلام إسرائيلية كثيرة أنها نقطة تحول كيف؟ السلام عليكم تحياتي لك وللساء المشاهدين ونحن في اليوم الخامس من العملية في الضفة الغربية والآن تركيز على الجنين والخليل حقيقة التصعيد يرتفع والضفة الغربية تزاد سخونة المنظومة الأمنية الإسرائيلية فشلت في التنبؤ بهذه العمليات كما فشل جيش الاحتلال وحكومة اليمين المتطرف في التنبؤ بالسابع من أكتوبر وحقيقة أستطيع أن أقول بأنه لا يوجد استراتيجية أمنية فاعلة لدى جيش الاحتلال والمنظومة الأمنية الإسرائيلية عندما نأخذ بعين الاعتبار هذه العملية وتحدث في ظل استنفار أمني إسرائيلي درجة الاستعداد قصوى في هذه العملية في هذه المنطقة هناك حصار تام وباعتقاد إسرائيل لن تستطيع أن تحقق الأمن المطلق الآن فتح هذه الجبهة في الضفة الغربية باعتقاد هو يفتح أبواب جهنم على إسرائيل وسيشكل تحدي حقيقي للكان الإسرائيلي لكن حقيقة هناك محاذير يعني أهلنا في الضفة الغربية سيكون هناك معاناة سيكون هناك عمليات انتقام من قبل جيش الاحتلال ومن قبل المستوطنين نيتنياهو حقيقة هو يشعل النار ويفتح العديد من الجبهات سواء كان في غزة في الشمال في الضفة بدون استراتيجي فاعلة وهو غير قادر على الحسن الآن عملية قتل هؤلاء الثلاث جنود من حرص الحدود والشرطة في عملية إطلاق النار طرب حازز ترقوميا وهو في منطقة الشارع الاتفافي 60 شمال غرب الخليل حقيقة عندما نأخذ بعين الاعتبار هذه العملية والقدرات المتوفرة والإمكانات المتوفرة ضمن المراقبة والحواجز والمتاريس والكتل الإسمنتية والكاميرات والطائرات المسيرة ورفع الاستعداد الأمني أستطيع أن أقول بأن هذه العملية حقيقة عملية احترافية قاتلة لكن ما هو المتوقع في الأيام القادمة باعتقادي سيكون هناك استهدافات مباشرة من قبل الرجال المقاومة سيكون هناك عمليات استشهادية سيكون هناك عبوات ناسفة لكن ما سيعقد الأمور أكثر وستكون أكثر عمقا إذا انتقلت العمليات إلى الأراضي المحتلة في الثمانة واربعين هذا سيكون منعطف ويشكل تطور خطير وباعتقادي سيكون كابوس وسيزلزل الأمن الإسرائيلي هل هناك أي مؤشرات تدل على إمكانية وقوع ذلك من وجهة نظرك اللواء أسمادي نعم نعم ما ترتكب إسرائيل من الجرائم والموبقات بالاعتداء على أهلنا في الضفة الغربية وعمليات التنكيل وعمليات الاعتقال وعمليات القتل والاستلاع على الممتلكات وحرق البيوت واقتلاع الأشجار وتدمير الممتلكات والاعتداء على المسجد الأقصى وحرمة هذا المسجد باعتقادية سفز المشاعر وحاجات إسرائيل الأمنية أكبر من قدراتها إسرائيل كما لاحظنا هي تحمى من الخارج وليس من الداخل وباعتقادي بأن الاحتمالية لا نستطيع أن ننكر بأن هناك احتمالية أن تمتد هذه العمليات وبالذات عمليات استشهادية للداخل الإسرائيلي في الأرض المحتلة 48 ربما النقطة الأهم في وسط كل هذه العمليات التي تتم خلال 48 ساعة فقط هي المقاربة الأمنية للطرف الإسرائيلي والذي لطالما تغنى بأنه يحقق إنجازات فيها ما الذي يعنيه وقوع ما حصل اليوم وأيضا الفترة التي استغرقها بحيث أنه لم يتم القبض على منفذي العملية في مساحة ضيقة جدا وفي وسط هذه الرقابة الأمنية يعني هو لم يتم القبض لغاية الآن قد تتمكن حقيقة لنكن منطقيين قد تتمكن قوات جيش الاحتلال والمنظومة الأمنية الإسرائيلية بالمتابعة من خلال أنظمة الكاميرات الموجودة في كل مكان من الوصول إلى منفذي العملية ونسأل الله أن لا يتم ذلك إلا أنه القدرات الإسرائيلية موجودة بهذا الخصوص لكن حقيقة الأمور الآن هي معقدة نعم خلال 48 ساعة نلاحظ هناك تطور نوعي بهذا النوع من هذه العمليات لكن يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن إسرائيل كانت تروج سابقا بأنه الجيش الذي لا يقهر وباعتقاد الجيش الإسرائيلي سهل أن يتم دحره وقهره وكذلك المنظومة الأمنية روج لها بأنها منظومة أمنية محكمة وتعتمد على التقنية وتعتمد على المسيرات وتعتمد على الرصد اللاسلكي والرصد للمنظومات الاتصالات الخليوي وكذلك أنظمة البيغاسوس والعملاء والجواسيس ولكنه كما ذكرنا لا يوجد أمن مطلق ويمكن أن يتم اختراق ذلك هناك تصميم لدى الشعب الفلسطيني ولدى الداخل الفلسطيني وعندما يتم ارتكاب هذه الجرائم باعتقادي واستفزاز مشاعر المواطنين يمكن أن يتحولوا إلى قوة مزعجة جدا وتربك المنظومة الأمنية الإسرائيلية وهم قادرون على أن يوقعوا أفدح الخسائر بجانب الإسرائيل